مرحبا جميعا صباح الخير مرحبا فيكم بالويبنار الصباح المقدم الشركة وينزور معكم رياض واليوم الرابع العشر من شهر خمسة ساعة تقريبا الحادية عشر بداية طبعا ننظر على جدول بيانات الاقتصادية ونشوف الأخبار متوقع صدوره اليوم قبل بضع دقائق صدر عنا مؤشر آيفو الألماني لبيئة الاستثمارية وكانت القراءات تقريبا أعلى من التوقعات بشيء بسيط توقعات كانت عند المائة وأربعة سفر ستة وإجت القراءات عند المائة وخمسة فاصلة سبعة طبعا لاحظنا تحرك بسيط على اليورو بسبب الأخبار لم يكن تحرك كبير وعندنا اليوم أخبار على الثلاثة ونصف بتوقيت قبرص على الاقتصاد الأمريكي في عندنا أخبار اليورو بالجودز أو السلعة المعمرة كانت طبعا القراءة في الفترة السابقة واحد فاصلة خمسة بالمائة بالناقص والتوقعات عند فاصلة ستة بالموجب إذا طبعا صدرت أعلى من فاصلة ستة بالمائة أكيد رح تكون إيجابية للدولار وأقل منها رح تكون سلبية طبعا هاي الأخبار الموجودة اليوم منلاحظ اليورو على التشار طبعا بعد الأخبار قبل قليل صعد إلى نفس القمة التي وصل إليها البارحة نقطة المقاومة عند الـ 129.55 في حال استطاع أنه يخترق النقطة هاي التوقعات أنه يصعد مرة أخرى أعلى إلى مناطق الـ 29.95 تقريبا أو مناطق الـ 130 ومن الأسفل لاحظنا بعد ما صعد البارحة إلى 29.50 انخفض إلى الـ 29 ومنها صعد مرة أخرى هاي النقطة طبعا هي نقطة دعم مهمة على التشارت أتوقع هي نقطة على فبوناتشي خلونا نتأكد نعم هي تقريبا 38.2% حركة صحية لمؤشر فبوناتشي من أدنى نقطة للبارحة إلى أعلى نقطة التي صعد خلالها ثم لاحظنا تراجع بنسبة 38.2% وعاود الصعود إلى الأعلى الـ 50% تقع عند الـ 128.90 فبالتالي تعد أيضا كمنطقة مهمة لليورو في حال انخفض إليها ولكن بشكل عام في حال لم يستطع اختراق الـ 29.50 ومنها انخفض التوقعات أنه يخترق الـ 38% والـ 50% ويعاود ينخفض إلى الأدنى بسبب نمط الدبل توب أو الرأسين مثل ما احنا شايفينه في حال انخفض تحت 38% عند الـ 29 التوقعات انخفاض مرة أخرى إلى الأسفل نشوف عملية أخرى والاستليني مقابل الدولار على تشارت 30 دقيقة من لاحظ الحركة التي حصلت البارحة بين الـ 150.50 والـ 51.30 رح نعتبر هذه النقطتين نقاط دعم ومقاومة أولى على الاستليني فعلا نقطة بسيطة التي أغلق عندها البارحة على التشارت منطقة الـ 51.13 لاحظنا أيضا هي كانت أعلى سعر وصل إلي اليوم وطبعا الانخفاضات كانت قريبة من الـ 155.55 بعد اختراق واحدة من هذه النقاط رح نلاحظ اتجاه أوضح على الاستليني ولكن لا ننسى أن الاتجاه العام عليه هو اتجاه نزولي على المدى المتوسط على تشارت الأربع ساعات مثل ما احنا شايفين فعدم قدرته على الارتفاع فوق منطقة الـ 51.30 وحتى الـ 51.60 رح يعطيه فرص لانخفاض أكثر إلى الأسفل طبعا نقطة دعم عند الـ 55.55 في حال اختراقها رح يكون من سهل انخفاض تحت أدنى سعر سابق الـ 50.12 ومنها منلاحظ أيضا هي عبارة عن قيعان سابقة على التشارت منطقة الـ 50.4 بشكل عام منطقة مهمة في حال اختراقها توقعات أنه يكمل الانخفاض إلى الـ 48.4 السعر الأدنى السابق الذي وصل إليه بشهر 3 في حال فشل بالانخفاض تحت الـ 50 مثل ما احنا شايفين الاحتمالات أيضا صعود إلى الأعلى فبالتالي نقطة مهمة راقبها أدنى أسعار حالية التي وصل إليها من الأدنى ومن الأعلى مثل ما حكينا منطقة الـ 51.4 إلى منطقة الـ 51.50 أو الـ 51.60 كمنطقة تعد منطقة مهمة على الاستليني وفي حال اختراقها نتوقع صعودات إضافية إلى الأعلى مرة أخرى وانكسار في الترند النزولي اللي احنا شايفينه بهذا الشكل ننتقل لدولار مقابليا والدولار مقابليا لاحظنا انخفاضه إلى الـ 101.07 والتي كانت قاع سابق فحلنا نتوقف على انخفاض عند النقطة هاي وأيضا نلاحظ خلال الفترة محاولات عديدة للارتفاع فوق الـ 101.83 وفشلوا حتى الآن بالصعود فوقها توقع في حال استطاع اختراقها والأغلب أنه يستطيع أن يخترقها ويصعد مرة أخرى إلى الأعلى عند أول أهداف مناطق المئة واثنين عشرين أهداف أخرى مناطق المئة واثنين سابعين ثم مناطق المئة وثلاثة ستينات القمم السابقة التي انخفض منها بينما في حال عاود انخفض تحت المئة وواحد وأيضا نقطة المئة ثلاثة وثلاثة 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 نتوقع أنه يكمل اتجاه النزولي ويكمل الحركة التصحيحية إلى مناطق قريبة من القمم المئة التي توقف عندها في السابق لأشهر والتي اخترقها في تقريبا شهر خمسة بالزاد في يوم عشرة خمسة ولكن مثل ما احنا شايفين ما زلنا بترنت سعودي على المدى الطويل وفي حال فشل باختراق الدعم التوقعات مثل ما احنا شايفين يصعد ويكمل الاتجاه على المدى الطويل السويسري من جهة اخرى مثل ما احنا شايفين على تشارت يعني بيحاول انخفاض تحت مناطق الستة وتسعين تلاتينات وبيفشل حتى الان من فترة سبتعاش خمسة حتى الان ما زال يفشل باختراق هذه المناطق ومن الاعلى كنا نلاحظ انه كان يصعد لمناطق قريبة من سبعة وتسعين ونص مرة واحدة يصعد الى التمانية وتسعين تلاتينات ومنها انخفض مرة اخرى الى ستة وتسعين خمس وتلاتين فحتى الان ستة وتسعين خمس تلاتين ما زالت نقطة دعم مهمة على الشارت ومن الاعلى في حال صعد ممكن استعمال فبناتشي واستعمال النقاط التي توقف عندها في السابق انها نقطة عند السبعة وتسعين اربعين والسبعة وتسعين سبعين ومن ثم بعدها ارتفاع مرة اخرى الى الاعلى اشوف نقاط فبناتشي منلاحظ ثمانية وتلاتين بالمئة التي توقف عندها حتى الان عند السبعة وتسعين تلاتعش خمسين بالمئة تقع عند السبعة وتسعين ثمانية وتلاتين فبشكل عام منطقة الاربعين مهمة في حال اخترقها التوقعات انه يكمل الاتجاه الى الاعلى فوق السبعة وتسعين اربعين ويعود الى القمة السابقة او حتى يخترقها بالنسبة للذهب منلاحظ البارحة بعد صعوده الى مناطق قريبة من القمم السابقة ايضا نقطة الالف واربعمية عود انخفض الى السبعة وسبعين البارحة مساء فبالتالي رح نستعمل هاي النقطة كنقطة دعم لليوم في حال انخفض اليها وايضا نقطة الالف واربعمية تبقى نقطة مقاومة فحتى الان يتحرك به شكل جانبي بين 1377 وال 1400 وبعد اختراق واحدة من هاي النقاط نتوقع اما صعوده الى 1420 الاعلى او انخفاضه الى القيعان السابقة عند ال 350 وحتى ال 335 بعد اختراق 350 نهاية اليوم بالنسبة للنفط الامريكي لحظنا البارحة وصوله الى القعال السابقة التي اخترقها في تاريخ 22.5 ومن الله هتتوقف عن الاتفاعة فوق الـ 94.5 أو الـ 94.40 وحتى الان انخفاض لم يكن انخفاض كبير وبقي ضمن اتجاه صعودي بانتظار اختراق الـ 94.40 حتى يكمل الاتجاه الصعودي الى الـ 95 كهدف اول والى الـ 96 كهدف ثاني وفشلوا باختراق الـ 94.40 راح يعطي احتمال بالانخفاض الى مناطق قريبة من الـ 93 بشكل اولي والـ 92.20 أو 10 بشكل ثاني ولكن مثل ما احنا شايفين الـ 94.40 نقطة المفصلية لليوم في حال اختراقها راح يكمل الصعود وفي حال فشل باختراقها توقعات بانه ينخفض الى مناطق قريبة من الـ 93 طبعا كان هذا التحليل المقدم من شركة وينزول نشكركم على المتابعة ونتمنى تجارة موفقة موسيقى موسيقى